اليوم السيد الحلبوسي في كردستان التقى السيد مسعود البرزاني البعض يقول انه السنة والكرد الان يتحشدون ضد علاوي السنة لديهم مطالب والكرد لديهم مطالب والمطالب تتمثل وهم اعلنوها انهم يريدون وزارات ماذا يعني تصرف او سلوك من هذا النوع في ظل ثورة القائمة يعني خلينا اقول لك احنا هاي تكريس قصة السنة وكرد وشيعة ومعرف ايش هي هذي يعني خلاف ادبيات الثورة وخلاف تضحيات الشباب لكن ابدأ اقول لك بشكل واضح باعتبار هي هاي العملية اللي يشكلوها هم وشكلوها على هالأساس ويردوها بهالطريقة طبعا الكرد بالنسبة لهم انا التقي واتصل مع مجموعة من القيادات الكردية واسمع منهم وتصريحاتهم موجودة حتى على الجسمة الاعلام بشكل واضح جاي يقولون اكو قواعد للشراكة في هذا البلد اساس هاي القواعد هو الدستور العراقي اللي يصوتوه للعراقيين واللي نافذ والقوانين النافذة وهذا الدستور وهاي القوانين يجب ان نمضي بيها ونمضي بي شا تقول هاي القواعد اللعبة اللي تشكلت يا صديقي بس اسمع ناسا بغض النظر تحاصصوا غيره اساس اللعبة لا لا انا ما اغادر هاي النقطة مو بغض النظر شيخنا الكريم مو بغض النظر مو انا جايك بيها يا صديقي هي المشكلة مو التحاصص المشكلة هسا جايك بيها اكو ضامن دولي لهاي اللعبة لما يجي لاعب من اللواعي اللي انا راح اجعله قواعد اللعبة القديمة يعني السنة الشيعة الاكراد الضامن الدولي لقواعد اللعبة هو الاميركان والتحالف الدولي اللي مع الاميركان انت لما يجي لاعب من اللواعي الثلاثة اللي هو اللاعب الشيعي يتمرد على قواعد اللعبة يتمرد على الدستور وينتهي قوانينه ويبدأ بتأسيس دولة بداخل الدولة دولة الميليشيات المقدسة دولة الفتاوى والاحكام السياسية المقدسة دولة التغريدات المقدسة دولة كل شي مقدس هستماك وعدك شي مهم يا أستاذ غير يعني أتمنى يعني أتمنى أتمنى عليك أتمنى عليك أن تمارس سياسة انظر حولك الكل قد اشترك في هذه الجريمة ليس طرف الواحد يا سيد المحترم جايك باللقاء يا سيد أنا جايح تشيك عن الطرف الشيعي باعتبار الطرف الماسك للسلطة نجم أنا ما مستعد أخدع الناس وأسويها يا قصة تحاصص أطيني وين حصت السنة من القرار الأمني خنكون واقعيين يا نجم أطيني وين حصت الأكراد بالقرار الأمني كردستان من التسعينات يا كردستان لو يقدرون يطبول هالميليشيات هسة بأربيل كان سوى لك يا هسة مثل ساعة التحرير شذر مذروا كان سبوا الكرديات خنكون واقعيين اللي سووا الميليشيات بالفلوجة وبالرماد وبتكريت وبالموصل وبالكذا شفناه كل الزين قواعد الشراكة مع الشيعة المسلحين الحاكمين غير ممكنة والسنة الآن خاضعين لهاي المنظومة منظومة البنادق مو شركاء لهم شركاء أمن لهم شركاء اقتصاد لهم شركاء قرار ستراتيجي بكيف هم يعينونهم وبكيف هم ينزلونهم ما تعتقد هذا تحامل تحامل بعض الأحيان يجافل حقيقة هذا رأيه خليني أذكر وياك أحطر برأيك خليني أذكر وياك هم من طيب مجال لا تقبعني الآن الطريقة التي أنت تحدث بها البناء الآن مو سنة وشيعة مهم الذين تغانموا سوية مهم الذين أتوا برئيس البرلمان مهم الذين أتوا برئيس الوزراء مو قلت لك إياها يعني ليش نميل على طرف وبعدين أنا أيضا أنت تتحدث إنت تريد تحسب لي أبو مازن إنت تريد تحسب أبو مازن شريك سياسي للشيعة خليني نكون منصفين لوريان الكلداني شريك مسيحي خليني نكون منصفين نجم والله شركاء يا شيخنا شركاء شركاء وعليهم دعاوي قضائية ويجب أن يحكموا وحموهم حموهم شركاء وحموهم شركاء بالبوق بالفرهود لا تمنحوا شركاء على يبلون وطن هم شركاء يبلون وطن ياه اللي جاي بلوطن البنادق هي التي تحكم يا صديقي أنطيني مكون أنطيني مكون سني أو شيع وكردي هو جاي يحكم وطن هم شركاء بالمغالم ما لهم علاقة بقضية وطن لا 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 إذا تحتشيل على المكونات إذا تحتشيل على المكونات فأنا شيعي وأقول لك أكثر الخاسرين في تجربة الحكم ما البنادق الشيعية هم الشيعة وانت شيعي وتعرف كل الزهن الناصرية ما بيها مدرسة بيها حظ الناصرية ما بيها مستشفى بيها حظ الناصرية من 2003 لها سما تبلط بيها شارع السماوة اكثر محافظة جوعانة بالعراق الديوانية اكثر محافظة جوعانة بالعراق هذول الشيعة نحن نتحدث عن مكونات ومكونات مظمومة سواء كانوا سنة وشيعة وكرات انا جاي احتي بشكل واضح جاي يقول البنادق السياسية الشيعية المرتبطة بخامنئي وإلا تتعالني احسب لي عمار الحكيم وتحسب لي اياد علاوي وتحسب لي حيدر العبادة على المنظومة الشيعية الحاكمة شلهم علاقة شلهم علاقة مو اطراف به الحاكم الآن العدة بنادق من هو عند بندقية مرتبطة بفتوى خامنئي هم ذول اللي حكمون وهم اصحاب القرار وهم اللي يفرضون علينا الاخرين معتهم بنادق للقوات المسلحة شغيث الاخرين معتهم بنادق منو وطي يسميلياهم منو انا هسه حتى نكون الناس تسمعنا يا نجم والتاريخ يسجل انا جاي اقول لك انا شيعي وابن واقعي جاي احتي عن واقعي اذا تحتيين على الكرد فاقول لك الكرد امر واقع من التسعين خذوا حقهم من نشوارب صدام حسين مو منك فاتما تقدر توصل لهم هذولا محميين ببنادق البيش مرقة وابنضالهم القديم مو بنضالك الته ولا بفتوى منك ولا بتغريدة منك هذولا حقهم ما اخذيه بدراحهم اما ذا تحتييني ما عدا الكرد اطيني من الشريك قللي منو قللي قللي سميلي اياهم اطيني منو من السنة عد بنادق يا استاذ يا استاذ اطيني من السنة عد بنادق اطيني واحد من السنة يقدر ينقل شرطي خينكون واقعيين اخي الذي يحكم الان جالس في طهران شهر مو بالعراق اصلا